اشتركوا في القناة من قوله كراها فأولا الكراها عند السلف كانت بمعنى الحرام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إذن العلماء السابقين أمثال الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي كانوا يستخدمون كلمة الكراها بمعنى الحرام لكن بعد ذلك نحت منحة آخر فما هو المنحة الآخر والمعنى الآخر والمصطلح الآخر لمعنى الكراها من يعرف انشاء الله الكراها هنا إخواني في الله قالوا ما نهى عنه الشر لكن على غير وجه الإلزام بالترك فإذا نهى عنه الشر على غير وجه الإلزام بالترك مش ملزم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا لم يؤكد علينا وقالوا إذن هذا معنى الكراها وإن كان هناك نوع ظهر عند علماء وهم علماء الحنفية قالوا هناك كراهة تحريم والأصوليون سألوهم ماذا تقصدهم بكراهة التحريم يا حرام ياك مكروه قال نعم هذا شيء نهى عنه الشر لكن لم يثبت بدليل قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة وعلى ضوئها من أنكره ليس بكافر كلام عند علماء الحنفية له مجهة نظر لكن اتفق الجميع أنه لا بد من الابتعاد عن هذه الأفعال مثل واحد التقعير في الكلام فالآن لا بد أن نفهم معنى التقعير